السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير عليكم جميعا احنا النهاردة طبعا جاعدين والشتاء هل علينا وخيره فطبعا بنبجا جاعدين مش بنبجا عارفين نعمل ايه فالنهاردة واحنا جاعدين اليوم السجعة اللي فيه هوا وعفار ده فكررنا نعمل بليلة وهنعمل بليلة بطريقة سهلة خالص ومعانا ربع كيلو غلة بس وريت اللبن عملنا بيهم لعيلة كاملة بليلة النهاردة بكل سهولة والغلة بتاعتنا زا ما انتم شايفين كده مفيش ربع ساعة والغلة بتاعتنا بعد ما غسلناها طبعا وحطنا لها مية وغلناها فيها ابتدت تطلع بالشكل ده بطريقة جميلة خالص زا ما انتم شايفين كده ده الغلة بتاعتنا البليلة هوا يا جماعة احنا حطينا طبع البليلة الاول في الطبق وبعد كده هننزل عليها باللبن طبعا غلناها اللبن بتاعنا غلناها وهننزل عليهم زي كده وبعد كده هنحط السكر ونحط شوية مكسرات بسيطة كده عبارة عن جوستليند وسوداني وزبيب حاجات بسيطة كده يعني ايه تعمل ناكهة فيها وطعم جميل شوية غير لما بتبجى سادة وهنجيب معانا حوالي معلاجتين كبار زبدة بلدي هنسيحهم بردو زي كده وهندي كل طبق من دول معلاجة على الوش كده معلاجة صغيرة ولا حاجة عشان خاطر تصبط الطعم بتاع اللبن مع البليلة وممكن بردو تحط كسكاس حاجات من دية بس انا بحبها سادة زي كده ببجايلها طعم طبعا في ناس مش رغبة الكسكاس على البليلة هننزل بردو بالسكر بتاعنا في كل طبق نحط فيه السكر بتاعه زي ما انتوا شايفين كده وهننزل بالمكسرات بتاعتنا الزبيب والجسط الهند والسودان والحاجات دية فطبعا السجعة ايه جاتبجة ومحترين نعمل ايه ولا ايه فشوية صحلة بشوية حلبة شوية بليلة عشان خاطر الساعتين بتاعوت الليل يعدوا زي ما انتوا شايفين كده وزي ما انتوا عارفين طبعا لما ببجا فيه سجعة ولا حاجة كلنا بالروح بدري مش ببجا فيه جعدة هنا ولا جعدة هنا فبنحاول نشغل نفسنا باي حاجة زي ما انتوا شايفين كده فكررنا في ربع ساعة نعمل البليلة بتاعتنا دي وطلعت بطريبة جميلة وبالفه انا وشيفها للجميع وما تنسوش لايك وشير واشتراك بالقناة عشان يوصلكم كل جديد يوميات ابو الزياد اشتركوا في القناة ولي نعمل البليلة